مبادرة إنسانية رائعة قام بها نادي ريفر بليت الأرجنطيني بفتح أبواب ملعبه الشهير مونومنتال في العاصمة بوينس آيرس لتوفير ملاذٍ للمشردين مع انقفاض درجات الحرارة خلال الشتاء بنصف القرة الجنوبي ريفر بليت الذي يعد من أشهر أندية قرة القدم في البلاد كشف عن الجانب الإنساني للساحرة المستديرة حيث تحول ملعبه من ساحة للتنافس الرياضي إلى مأوى للمشردين والمحتاجين وكشفت النقابة عن تلك المبادرة منظمة ريد سوليداريا التي تساعد في تنصيق جمع التبرعات على تويتر والتي قالت إن الملعب سيفتح أبوابه خلال ساعات الليل أمام الراغبين في الحصول على أغطية ومأوى وكانت المنظمة قد نفذت حملة تحت مسمى كولد زيرو لسبع سنوات لمساعدة المشردين في ساحة بلازا دي مايو بوسط بوينس آيرس والآن تعمل بالتعاون مع نادي ريفر بليت لمساعدة المشردين في هذه الأجواء شديدة البرودة يقول مارتين جوفو أحد أعضاء المنظمة إن استضافة ريفر بليت للمشردين لفتة رائعة من النادي حيث سيحصل الناس على الطعام وسيجدون مكانا ينامون فيه وبالتالي لن يموت من البرد وكانت هيئة الأرصاد الوطنية قد حذرت من موجة برد وانخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد التجمد خلال الأيام القليلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر